قصة حفلة المنصورية هرج ومرج وتنظيم عشوائي وتفاصيل جديدة أثرت حفلة المنصورية ردود أفعال كبيرة على موقع توصيل اجتماعي بعد أن انتشرت فيديوهات لحفلة تم تنظيمها بشكل عشوائي من قبل أحد الشركات الخاصة وتوضع بلس بمنطقة المنصورية التابعة لمحافظة الجيزة وأثناء الحفل خرج أهالي المنطقة وحدثة اشتباكات بين الطرفين الحفلة تخص إحدى المدارس الدولية الانترناشنال وتوضع AIS وأظهرت الفيديوهات المنتشرة عبر موقع توصيل اجتماعي فوق حفلة المنصورية صراخات واستغاسات خلال نهاية الحفلة من الذين حضروا حفلة المنصورية كانت بعد منتصف الليل داخل فيلا خاصة بطريق المنصورية بمنطقة كرداسة في السرية تم ودون اختار الجهات الأمنية وخاصة لما يحدث في مثل هذه الحفلات من ممارسات غير أخلاقية ودون أي أمن أو حراسة كما يحدث في الحفلات المنظمة لها شركات خاصة واستنقلت إحدى مستخدم مواقع توصيل اجتماعي محدث داخل الحفلة اللي تم تنظيمها بسرعة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة والأمر لأدى لحدوث حلة من الهرج والمرج في نهاية حفلة المنصورية كما سبق لذلك تناور خمور داخل الحفلة وتعاطي المخدرات وأيضاً انتحارات الأولية في وقت حفلة المنصورية كشفت أن الحفلة لم يختر بها أمنياً وتم تنظيمها بصورة عشوائية من قبل إحدى الشركات الخاصة زي ما قلنا حيث أن هناك عدة فيديوهات منتشرة على مواقع توصيل اجتماعي لا تخص حفلة المنصورية وتم الترويج لها أنها من أحداث الأمس علاوة على ارتكاب بعض الأفعال اللي هي طبعاً غير منظمة أو غير أخلاقية داخل هذه الحفلة وأكدت تحريات أن لا توجد أي حالات وفاء أو إطلاق الأعيرة نارية داخل حفلة المنصورية وتوجد أي بلاغات عند الإسم مشددة على أن الأجهزة أمنيت تكسف من جهودة لتحديد هوية المتهمين في الواقع لضبطهم وكذلك الأشخاص تظهرين في مقاطع الفيديو المنتشرة